مقدمة في أمراض الكبد الكبد هو عضو بحجم كرة القدم يوجد تحت القفص الصدري مباشرة على جانب الأيمان من البطن الكبد ضروري لهضم الطعام وتخليص الجسم من المواد السامة يمكن توارث أمراض الكبد ويمكن أن تحدث مشاكل الكبد أيضاً بسبب مجموعة متنوعة من العوامل التي تتلف الكبد مثل الفيروسات وتعاطي الكحول والسمنة يمكن أن تؤدي الحالات التي تتلف الكبد إلى التندب تشمع الكبد مما قد يؤدي إلى فشل الكبد وهي حالة تهدد الحياة لكن العلاج المبكر قد يمنح الكبد وقتاً للشفاء أسباب أمراض الكبد أولاً العدوى يمكن أن تصيب الطفيليات والفيروسات الكبد مما يسبب التهاباً يعيق وظائف الكبد ويمكن أن تنتشر الفيروسات المسببة لتلف الكبد من خلال الدم أو الطعام أو الماء الملوثين أو الاتصال عن قرب بشخص مصاب وتعد أكثر أنواع عدوى الكبد شيوعاً هي فيروسات الالتهاب الكبدي والتي تشمل فيروس التهاب الكبد A, B, C ثانياً شذوذ الجهاز المناعي يمكن أن تؤثر الأمراض التي يهاجم بها الجهاز المناعي المناعة الذاتية أجزاء معينة من الكبد مثل مرض التهاب الكبد المناعي الذاتي ثالثاً العوامل الوراثية يمكن أن تتسبب ورافة جين شاذ واحد من أحد الوالدين أو كليهما في تراكم مواد مختلفة في الكبد ما يؤدي إلى تلف الكبد مثل داء ترسب الأصبغة الدموية وداء ويلسون رابعاً السرطان وغيره من الناميات مثل سرطان الكبد سرطان القناة الصفراوية الورام الغدي الكبدي عوامل الخطر Risk factors كثرة استخدام الكحل السمنة داء السكري من النوع الثاني نقل الدم التعرض لمواد كيميائية أو سموم معينة وجود تاريخ عائلي من الإصابة بأمراض الكبد أعراض الإصابة بأمراض الكبد لا يسبب مرض الكبد علامات وأعراض واضحة دائماً إذا ظهرت علامات وأعراض لمرض الكبد فقد تشمل إصفراراً في الجلد أو العين اليرقان ألماً وتورماً في البطن تورماً الساقين والكاحلين الإرهاق المزمن البولاً الداكن الميل للتعرض للكدم بسهولة الوقاية الحصول على التطعيمات إذا كنت أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الكبد أو إذا كنت قد أصبت بأي نوع من أنواع فيروسات التهاب الكبد بالفعل فتحدث مع الطبيب عن الحصول على لقاحات التهاب الكبد إي وبي المحافظة على الوزن الصحي قد تتسبب السمنة في الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحلي تجنب ملامسة دم أو سوائل جسم الأشخاص الآخرين يمكن أن تنتشر فيروسات التهاب الكبد من خلال التعرض عن طريق الخطأ لوخز الإبر أو الإجراءات غير الملائمة لعمليات تنظيف الدم حماية الجلد عند استخدام المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية السامة الأخرى يجب الحرص على ارتذاء قفازات وملابس بأكمام طويلة وقبعة وكمامة حتى لا يمتص الجلد تلك المواد الكيميائية